بداية أسدى السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني خلال ترأسه أمس اجتماعا لمجلس الوزراء جملة من التوجهات والتعليمات في قطاعات حيوية واستراتيجية هامة فبخصوص متابعة إنجاز محطات تحلية مياه البحر شدد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الوتيرة لإنهاء إنجاز محطات التحلية كما أمر بضرورة استغلال هذه المشاريع الكبرى قيد الإنجاز لدمج الكفاءات الجزائرية وتشجيع المصنعين المحليين للتجهيزات والعتاد والأجزاء الميكانيكية وقطع الغيار المكونة لمحطات تحلية مياه البحر وفي الصدد ذاته وجه رئيس الجمهورية الحكومة باستحداث مؤسسة كبرى تتولى الإشرافة وتسيير جميع هذه المحطات المنجزة أما بخصوص المخطط الوطني للبذور الزيتية فشدد السيد الرئيس على أن نمو في قطاع الفلاحة مسألة سيادة وكرامة وطنية موجها وزير الفلاحة بفصح المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الفلاحيين عن طريق المؤسسات الصغيرة والناشئة وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي في محاصيل الذرة والشعير والقمح الصلب خلص مجلس الوزراء إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية على المدى القريب جداً إلى جانب توجيه المطاحن المتوقفة إلى النشاط في مجال تغذية الأنعام هذا بالإضافة إلى ضرورة الدخول في مرحلة تطوير المنتوجات الفلاحية من خلال المزارع النموذجية التي أعيدت هيكلتها على نحو يجعلها أكثر مردودية على أن يكون زيت شجرة الأرغان أبرز المنتوجات التي وجب تعزيز إنتاجها لما تتوفر عليه الجزائر من مؤهلات كبرى لذلك وللتحسيس بمرافقة الدولة دائمة لمشاريع الشباب أمر السيد الرئيس بتنظيم لقاءات في مجال الفلاحة لفائدتهم وعن موسم الحصاد والدرس أمر رئيس الجمهورية بإلزام المستفيدين من مساعدات الدولة ودعمها بضرورة تحقيق أهداف محددة من المحاصيل بعد دراسات دقيقة وإحصاء تام يسمحان بتقييم جهود الفلاحين والوقوف على النقائس مشددا على مراقبة ومتابعة حملات الحصاد بفرض احترام مواعدها حتى لا يتعرض المحصول لتلف في قطاع حيوي آخر ودعما لتزويد بالماء الصالح للشرب ومتابعة للمشاريع المدرجة في البرنامج الاستعجالية شدد السيد الرئيس الجمهورية على ضرورة العمل على ربط السدود وطنيا وفق نظرة استباقية بالنسبة لكل المناطق التي تعاني شحن في الموارد المائية حيث أمر بمنح الترخيص لحفر الأبار في هذه المناطق فيما يتعلق بتوسعة ميناء جنجن وميناء عنابة فقد أمر السيد الرئيس الجمهورية وزير الأشغال العمومية بتنصيق مع الوزير الأول أمر باستحدث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى متخصصة في تهيئة الموانئ مع توسعة ميناء جنجن بجيجل للعب دور محوري في المتوسط وتسريع توسعة ميناء عنابة وربطه بخط السكك الحديدية لنقل وتسويق الفوسفات المدمج انطلاقا من بلد الحدبة وصولا إلى عنابة السيد الرئيس أمر أيضا بالتحضير لمخطط وطني لتوسيع عدد الموانئ بما يحسن نشاطها في الأخير وبخصوص ظروف استقبال الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وجه السيد الرئيس الحكومة باتخاذ كل التدابير لإقرار مزيد من التسهيلات لفائدة أبناء جاليتنا لزيما ونحن في موسم الاصطياف